يوصل بركان جبل اتنا في جزيرة سقلية الإيطالية ساورانة حيث تصعدت الحمام البركانية والرماد وذلك بعد أسابيع من الهدوء ويعد بركان جبل اتنا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم ويمكن أن يستمر نشاط البركان لساعات أو يمتد لأشهر أو سنوات تسبب الإعصار عيدا في انقطاع الطيار الكهربائي عن مدينة نيو أرلنز بأكملها بعد ساعات من هبوبه على الشاطئ كواحد من أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق وقالت هيئة العصاد الجوية الوطنية أن الإعصار عيدا الذي وصل إلى الشاطئ كإعصار قوي من الفئة الرابعة ضعف إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 193 كم في الساعة حيث تحركت بؤرته غرب المدينة